اسمه ونسبه عليه السلام علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام ترتجف لما تقرى هذا النسب ترتجف لعنة الله عليكم يا أتباع السقيفة ويا أصحاب السقيفة ويا أتباع ابن صحاق لعنة الله عليكم يا خبثة تركتم هذه الأنوار واتبعتم هؤلاء الملعونين لعنة الله عليكم والله ستندمون يوم لا ينفع الندب أخزاكم الله يا أبا عائشة وأمثالك تقارنون الإمام الحسين عليه السلام بهذا النجس ابن ميسون ما أدري شكون نعنة الله عليكم هذا نسبه أشهر ألقابه النقي الهادي الناصح الأمين النجيب المرتضى العالم الفقيه المؤمن كنيته سبقه بها من سبقه في كنيته إخواني الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام والإمام الرضا وهو ثالثهم أبو الحسن نقش خاتمه الله ربي وهو عصمة من خلقه حفظ العهد أم الإمام الهادي عليه السلام سمانا المغربية ولادته في الثاني من هذا الشهر الأصب عام ٢٠١ هجرية ولد في قرية تسمى الصربة أسسها الإمام الكاظم عليه السلام بالمدينة المنورة مدة عمره ٤١ سنة وسبعة أشهر مدة إمامته ٣٣ سنة هو أصغر إمام تولى الإمامة بعد قبل أو أقول بعد الإمام الحجة عجر الله مدة إمامته ٣٣ سنة وتسعة أشهر أي من آخر الشهر ذي القحدة عام ٢٢٠ وحتى يوم ٢٠ ستة وعشرين رجب آجه مدة ثانية أو ٣٠ من شهر رجب زواجاته من زواجاته حديث تسمى أيضا سليل وسوسل سبب شهادته السم من قبل المعتز العباسي لعنة الله عليه مدفون في مدينة سمراء هو وابنه كذلك الإمامان العسكريان في سمراء الصلاة على الإمام علي بن محمد الهادي عليه السلام اللهم صد على علي محمد وصير أوصياء وإمام الأتقياء وخل في أئمة الدين والحجة على الخلائق يا جمعين اللهم كما جعلته نورا يستضيء به المؤمنون فبشر بالجزيل من ثوابك وأنذر بالآليم من حقابك وحذر بأسك وذكر بآياتك وأحلى حلالك وحرم حرامك وبيّن شرائعك وفرائضك وحظ على عبادتك وأمر بطاعتك ونهى عن مصيتك فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوليائك وذلية أنبيائك يا إله العالمين وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين